منتقل من أخبار النادي الأهلي لمقر جريدة الشروق ومرستتنا العزيزة روزان ناصر هنتابع معها أما الأخبار زي ما احنا متعودين يعني الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة روزان بنصبح عليك ومعاك منشطات الصراحة مهمة جدا خلينا نعرف منك التفاصيل صباح الخير يا نهواند صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد فقرة صحفية جديدة من جريدة الشروق وهنبدأ فيها بخبر أيضا من جريدة الشروق رابطة الأندية استاد القاهرة يستضيف قمة الدوري بين الأهلي والزمالك أعلنت طبعا رابطة الأندية تعديلا على ملعب مباراة الأهلي والزمالك ضمن طبعا منافسات الجولة التالتة لبطولة الدوري الممتاز وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر على استاد الدفاع الجوي ولكن تم تغييره باستاد القاهرة بدلا منه وأكدت الرابطة حدوث خطأ مطبعي في جدول الدوري بوضع المباراة باستاد الدفاع الجوي وهو الملعب الاحتياطي للزمالك من موقع اليوم السابع ماستر أولمبيا بيجرامي يعود اليوم من أمريكا يصل اليوم إلى القاهرة البطل طبعا بيجرامي بطل كمال الأجسام والمتوج بلقب ماستر أولمبيا بعد نجاحه في التتويج بالنسخة الأخيرة من البطولة ليكون بيجرامي أول لاعب مصري يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وإفريقيا مرتين متتليتين كمان من المنتظر أن يكون في انتظاره عدد من أبطال رياضة كمال الأجسام لتكريمه على هذا الإنجاز التاريخي من جريدة الشرق الأوسط ليفر بول يتطلع للاقتراب من التأهل ومهمة سهلة لمانشستر سيتي وسان جرمان يعول ليفر بول على نجم المصري محمد صلاح والذي وصفه مدربه يورجين كلوب بأنه أفضل لاعب في العالم حاليا وضمن منافسات المجموعة الثانية في الجولة الثالثة من مسابقة دور أبطال أوروبا يحل ليفر بول ضيفا على أتلاتك ومدريد ومن جانب آخر كمان يخوض فيها باريس سان جرمان مواجهة سهلة نسبيا ضد لايبزيك وأخيرا من جريدة الرياضية إبراهيموفيتش يطارد رقم توتي القياسي يستهدف السويدي إبراهيموفيتش مهاجب فريق ميلايل التسجيل في مباراة بورتو في دور الأبطال ليحطم الرقم القياسي الذي يحمله الإيطالي توتي سطورة روم كأكبر لاعب يسجل في البطولة عن عمر 38 عاما بحسب موقع فوتبول إيطاليا كمان غاب إبراهيموفيتش عن أول مبارتين للفريق في المجموعة الثانية بسبب الإصابة ولكنه شارك بديلا في مباراة ميلان أمام فيرونا السبت الماضي في الدوري دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع جريدة الشروق بشكركم جدا وعودة للستوديو مرتا إحنا كمان نشكرك على هذه التغطية روزان وأكيد بنشكر زملتنا العديدة ماريام سانيح ترجمة نانسي قنقر